ما رأيكم الآن أبنائي لو نقوم بتثبيت الس الس نعطي له قيمة نقول نضع هنا دائما نضع هذا الشيء نضع الس يساوي لنا واحد لاحظوا س يساوي واحد ماذا ينتج؟ ينتج ناقص ب ناقص اثنان لأن الس أخذ واحد تصبح تساوي السفر واربع ناقص ثلاث ب يساوي السفر هنا ما بقي لنا إلا إيجاد ال A وال B ما رأيكم أن نقوم بضرب المعادلة لاحظوا المعادلة الأولى في هذه المعادلة لنتخلص من ال A نضربها في ناقص أربعة ماذا تنتج بنا؟ تصبح ناقص أربعة A زائد أربعة ب زائد ثمانية يساوي السفر ونقوم بجمع هكذا جمع عمودي أربعة A مع ناقص أربعة A سوف نتحصل أبنائي كم؟ على سفر وعندنا ناقص ثلاثة B زائد أربعة B يساوي لنا B وعندنا هنا سفر زائد ثمانية يصبح زائد ثمانية يساوي السفر بنقل هذه إلى هذا الطرف يصبح بي كم يصبح بي يساوي ناقص ثمانية ها هي الآن بعدما وجدنا قيمة تلبي ما رأيكم أبنائي لو نأتي بهذه القيمة ونعوضها هنا ماذا ينتج؟ تنتج A لاحظوا جيدا ناقص ثمانية زائد اثنان يساوي السفر تصبح A زائد ثمانية زائد اثنان يساوي السفر أنه يصبح A يساوينا إذن هذه تعطي لكم عشرة لما ننقلها إلى هذا الطرف تصبح تصبح ناقص عشرة إذن ما هي أصبحت مركبات الشعاع النظمي آن ها هو الشعاع النظمي آن أبنائي أصبحت مركباته آن الآ كم ناقص عشرة والب ناقص ثمانية والس ها هي التي أفترضت من عندنا اللي هو الواحد وأحذركم لا تعطوا لي الس سفر لو أعطت له السفر سوف يحدث إشكال كبير بهذه البساطة الآن ها قد استنتجنا ماذا؟ الشعاع النظمي الآن بقي لنا السؤال الأخير لهو أكتب معادلة ديكارتية للمستوي آ بي سي الآن بعدما وجدنا يعني تم إيجاد الشعاع النظمي يمكن لنا أن نجد لأنه تصبح يعني يعين المستوي بنقطة وشعاع نظمي إذن مباشرة معادلة نتابع معادلة المستوي ما هو؟ معادلة آ بي سي نقود لتكون آم إحداثيها دائما إكس وإجراج وزاد من المستوي من المستوي آ بي سي حيث ماذا أبنائي؟ حيث نقول نأخذ نقطة آ نقول آ أم سلام آن يساوي السفر نأخذ نقطة آ أو بي أو سي الآن ماذا يصبح يصبح كذا إكس إجراج وزاد ناقص 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 إحداثيات آ ها هي أمامكم نصبح هنا زائد واحد ناقص هنا واحد وناقص واحد في ماذا؟ في آن مركبته ناقص عشرة وناقص ثمانية وواحد يساوي السفر ثم ننشر هكذا تصبح ماذا؟ تصبح إكس عفوا تصبح لنا ناقص عشرة إكس وعندنا هذا في هذا ناقص عشرة وعندنا هذا في هذا ناقص ثمانية إجراج زائد ثمانية وعندنا زائد زاد ناقص واحد يساوي السفر نتابع جيدا هنا أبنائي ماذا ينتج؟ ينتج ناقص عشرة إكس ناقص ثمانية إجراج زائد زاد ثم عندنا الأعداد التي بقيت عندنا نلاحظ هذا مع هذا كم يصبح ناقص اثناني والناقص واحد يصبح ناقص ثلاثة يساوي السفر هذه هي المعادلة الدكارتية للمستوي A, B, C ولو ندقق هنا أبنائي نلاحظ أن هذه القيم اللي هي ناقص عشرة والناقص ثمانية والواحد هي نفسها هذه لاحظوا حتى تعرفوا أنفسكم أنكم على صواب بهذه البسطة المطلقة الآن أبنائي كذلك سوف نتحدث عن معادلة المستوي المهوري المستوي المهوري سمي مستويا محوريا لأنه يشمل منتصف قطعة مستقمة إذا كنا عندنا ها هي قطعة مستقمة A, B من الفضاء يعني النقاط من الفضاء مستوي محوري معناه يشمل تلك المنتصف معناه يأتيكم في هذا المكان ركزوا في هذا المكان الذي هنا أريكم إياه حتى ولو قام بالتخبير هكذا ها هو مستوي المهوري ما معنى؟ إذن عندنا النقطة A ونقطة B يعين معادلة ديكارتية لمستوي المهوري لقطعة A, B بماذا قلنا دائما يعين المستوي المهوري؟ يعين أو مستوي أيا كان يعين يعين بنقطة ما هي النقطة يا أبنائي؟ هل يمكن أن نقول A لا تنتمي إليه؟ أن نقول B لا تنتمي إليه؟ إنما نعينها بمنتصف ها هو المنتصف لهو النقطة A بنقطة A منتصف القطعة A, B هذه النقطة الأولى منتصف النقطة A, B سوف نبحث عليها تصبح ماذا؟ لتكون A إذن تصبح X, A تساوي ماذا تقول قاعدة المنتصف؟ تقول الأول زائد الثاني X زائد X وهي 4 زائد 2 أو 2 زائد 4 على 2 تساوي 6 على 2 وهي 3 Y يساوي كذلك Y زائد الـ Y هذا زائد هذا تصبح لنا صفر ناقص 2 على 2 تساوينا كم ناقص 2 على 2 تعطينا ناقص 1 زاد A يساوي كذلك يساوي الزاد زائد الزاد هذا زائد هذا اللي هو 3 ناقص 1 على 2 زاد زائد زاد نحملهم بهم معهم مع إشارتهم تصبح لنا 2 على 2 لتعطينا 1 إذن النقطة A ما هي مركباتها بكل بساطة النقطة A أبنائي أصبحت مركباتها اللي هي 3 والناقص 1 ماذا والواحد اللي هي هذه قاعدة منتصف قطع مستقيمة نتابع الآن بعدما استخرجنا المنتصف الذي يشمله هذا المستوي ماذا ينقصنا ينقصنا الشعاع النظيمي لأن يعين المستوي بين نقطة وشعاع نظيمي ما رأيكم الشعاع النظيمي أبنائي هو هذا لهو A B لأنه نظيمي ركزوا هنا أبنائي لأنه يشكل زاوية قائمة مع تلك المستوي إذن تصبح A B هو شعاعه النظيمي أو ماذا أو E أو A E أو كذلك E B بهذه يوجد لنا عدة حالات إذن سوف نأخذ A ونقول A B ناظمي للمستوي ماذا المحواري المحواري أكيد للقطعة المستقيمة A B إذن سوف نقوم بحساب مركبات A B ما هي مركبات A B أبنائي إذن النهاية ناقص البدايات إذن تصبح هنا أربعة وهنا ناقص اثنان وهنا الثلاثة ناقص 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 اثنان صفر وزائد واحد تسوي لنا كم أبنائي اثنان وناقص اثنان واربعة ها هي مركبات الأبي اللي هي أربعة ناقص اثنان اللي هي اثنان والناقص اثنان ناقص صفر ناقص اثنان وثلاثة زائد واحد يسوي لنا أربعة الآن بعدما استخرجنا ذلك سوف نقوم بهذه البساطة المطلقة أبنائي سوف تكون نقطة أم هنا حيث يصبح لنا ماذا يصبح لنا هذا الشعاع هذا الشعاع اللي هو أم عمودي يعني يشكل زاوية قائمة مع ماذا مع أبي معناه تصبح لنا أم كشعاع سلمي آبي يساوي سلمي آبي شعاع هنا إذن شعاع يساوي الصفر ثم نبدأ الآن بعملية إذن عندنا يصبح X ناقص Y ناقص وZ ناقص إحداثيات الإي ها هي أمامكم ثلاثة يصبح زائد واحد وهنا ناقص واحد هكذا سلمي آبي لهي 2 وناقص 2 و4 يساوي الصفر ثم نكمل عملية النشر واستعمال جداء سلمي تصبح هذه في هذه تصبح لنا 2X وهذا في هذا ناقص 6 زائد هذا في هذا ناقص تصبح هنا ناقص 2Y وهذا في هذا ناقص 2 ثم عندنا هذا في هذا كم زائد 4Z وهذا في هذا ناقص 4 يساوي 0 لأن الجداء السلمي هكذا الضرب وهكذا لما ننزل الجمع فقط تصبح 2X ناقص 2Y زائد 4Z وبقيت لنا المعالم سوف نقوم بجمعها عندنا هذا مع هذا كم يصبح لنا ناقص 8 مع هذا يصبح لنا ناقص 12 إذن ناقص 12 يساوي كم الصفر هذه هي معادلة الدكارتية للمستوي المحوري للقطعة AB كما يمكن أن القسم على 2 لو نقسم على 2 يجوز القسم هنا على 2 وهنا على 2 وهنا على 2 وهنا على 2 تصبح X ناقص Y زائد 2Z ناقص 6 يساوي الصفر بهذه البسطة المطلقة أبنائي فقط الآن أبنائي سوف نقوم ببرهان معادلة مستوي محوري ما معنى برهان ما تعطى لنا المعادلة كما هي ها هي أمامكم قال بين لاحظوا ها هو السؤال لاحظوا إذن بين أن هذه هي معادلة مستقيم أو مستوي محوري للقطعة AB في الأول أعطيت لنا نقطتان كما تلاحظون هنا ها هي النقطة A وها هي النقطة B سؤال أول قال أحسب إحداثيات النقطة E حيث هذه هي منتصف القطعة AB معناه لو نأتي الآن إلى القطعة AB ها هي أمامكم لاحظوا جيدا أبنائي ها هي ال E هي المنتصف هنا قلنا كيف نحسب إحداثيات منتصف تحدثنا على هذا قلنا X A يساوي هكذا أبنائي X زائد X هذا زائد هذا على 2 معناه تصبح لنا 1 زائد 2 وهي 3 على 2 Y تساوي ماذا أبنائي تساوي لنا هذا الذي هو 2 1 ناقص 1 وهو 0 على 2 ويساوي 0 أركز و Z Y يساوي هكذا أبنائي يساوي لنا هذه القيمة اللي هي ناقص 1 مع ماذا مع 3 ناقص 1 مع 3 وهي 2 على 2 تعطي لنا 2 على 2 تساوي 1 معناها النقطة E أبنائي النقطة E ما هي إحداثيها إحداثيها هي 2 على 3 وماذا و صفر و 1 هذه إحداثيات هذا المنتصف القطعة ثم السؤال الذي طرح بعده ماذا قال أبنائي لاحظوا قال بين أن هذه المعادلة هي معادلة ماذا هي معادلة ديكارتية للمستوي P المستوي المحوري للقطعة A B ما معنى ها المستوي المحوري معنى ها هو المستوي المستوي المحوري هنا يعني يصبح يقسم هذه القطعة المستقمة إلى جزئين متساويين هنا لإيجاد معادلة ديكارتية أولا نحن نعلم أن هذا المستوي P أبنائي يشمل النقطة A وينقصه ماذا الشعاع النظيم لو ندق هنا جيدا أبنائي نلاحظ أن الشعاع النظيم هو نفسه A B ركز A B لماذا لأنه عمودي لو جاءت هنا نقطة M يصبح هذا الشعاع هذا الشعاع لاحظوا إذا جاءتنا هنا نقطة M يصبح هذا الشعاع اللي هو A B يعامد E M يعني الجداء السلمي كم أبنائي صفر ما معنىها معنى نقول هكذا E M اللي هو الشعاع E M سلمي ماذا A B يساوي الصفر ما علينا الآن أبنائي إلا حساب مركبات A B سوف نقوم بحساب مركبات A B إذن A B كشعاع يساوي إحداثيات النهاية نقص البداية اللي هي 1 و ناقص 1 و 3 ناقص البداية اللي هي 2 1 وهنا تصبح زائد 1 هكذا النهاية ناقص البداية تصبح تساوي لنا ماذا ناقص 1 و ناقص 2 و 4 وهذه هي مركبات آدي الآن نطبق الجداء السلمي خاصية الجداء السلمي ماذا ينتج ينتج أن ها هي إحداثيات A تصبح هكذا نحن نطبق الآن هذه الخاصية تصبح X Y Z هذو إحداثيات النقطة أهم لأنها في الفاضة ناقص إحداثيات اللي هي 2 على 3 و الصفر وال 1 هكذا أبنائي سلمي ماذا A B ها هي مركبات الآ B التي هي الناقص 1 والناقص 2 والأربعة يساوي الصفر ماذا تقول قاعدة الجداء السلمي أبنائي حتى تكون على دراية تقول هذا في هذا زائد هذا الـ Y في الـ Y زائد الزاد في Z سوف نطبق ماذا ينتج أبنائي ينتج أنه ناقص 1 في X يسبح ناقص X ثم ناقص 1 في ناقص 2 على عفوا ليس 2 على 3 هنا ربما حدث لنا إشكال لاحظوا أبنائي هي 3 على 2 3 على 2 نعتذر على هذا الخطأ لماذا لأن ركزوا أبنائي لأن قلنا هذا زائد هذا كم هو 3 على 2 فقط ربما حدث هذا إشكال عندي فقط في الحساب سوف نكمل الآن ماذا يصبح أبنائي تصبح قلنا 3 على 2 إذن تصبح ناقص 1 في ناقص X و ناقص 1 في 3 ناقص 3 على 2 ثم ناقص 2 Y لأن هذا صفر وهذا في هذا زائد 4 زاد و ناقص 4 يساوي الصفر نتابع جيدا هنا أبنائي نقطة بنقطة الآن نلاحظ هل هذه المعادلة يعني لو نكمل الأمل نلاحظ هل هذه المعادلة هي نفسها هذه أبنائي ألا ما رأيكم لو ندقق بين هذه المعادلة وهذه المعادلة التي توصلنا إليها ما رأيكم أن نضرب أبنائي في هذه المعادلة كليا نضربها في ناقص اثنان راقبوا ماذا سوف يحدث ماذا يحدث؟ يحدث أنها تصبح اثنان اكس ثم عندنا هذا في هذا ماذا يصبح؟ ناقص اثنان في ثلاثة على اثنان تصبح ناقص ثلاثة ركزوا لأن هنا يذهب الاثنان بعد الاختزال هنا ثم عندنا هذا في هذا يصبح لنا زائد اربعة ايراق ثم عندنا هذا في هذا يصبح ناقص ثمانية زاد ثم هذا في هذا يصبح لنا زائد ثمانية يساوي الصفر نكمل رويدا رويدا ماذا ينتج أبنائي؟ أكيد سوف ينتج اثنان اكس زائد اربعة ايجراق ناقص ثمانية زاد وعندنا هذا مع هذا الزائد خمسة يساوي الصفر لاحظوا هل هي نفسها أم نعم هاي بكل بساطة يعني هنا الوجه الاختلاف ربما لما تصلوا إلى هذا المكان تقولون أن نحن لسنا على صواب لا أبنائي أكمل فقط قوموا بالضرب في النقص اثنان وهي معادلة ديكارتية للمستوي المحوري للقطعة A-B بكل بساطة الآن أبنائي سوف نتحدث عن المسقط العمودي لنقطة على مستوي ما معنى؟ قال نعتبر المستوي P ها هو أمامكم مستوي أبنائي P هذا هو المستوي P معروف بمعادلة الدكارتية ها هي المعادلة لاحظوا أبنائي هذه هي المعادلة وعندنا نقطة A لاحظوا ها هي نقطة A ذات الإحداثيات كما تشاهدون هنا لاحظوا وعندنا نقطة B كما تلاحظون إذن قال بيّن أن النقطة B هي المسقط العمودي للنقطة A على B ها هي النقطة لاحظوا هذه هي النقطة A في الفضاء حتى تكون النقطة هذه هي أبنائي لاحظوا هي المسقط العمودي ما معنى المسقط العمودي؟ معناه إسقاط عمودي معناه يأتينا أبنائي من هذا المكان إلى هذا المكان معناه حتى تكون النقطة B مسقطا عموديا أولا سوف يشكل زوية قائمة هذا المسقط معناه ما هي الأمور نتابع الأمر الأول أنه هذا الشعاع لاحظوا إلى هذا الشعاع نتابع جيدا أبنائي هذا الشعاع اللي هو A B ندقيق جيدا ها هي النقطة قلنا B هنا وها هو شعاع نلاحظ هذا الشعاع يجب أن يكون لاحظوا مع الشعاع الناظمي للمستوي أن مستوي أن له شعاع الناظمي ها هو شعاع الناظمي أن مركباته هي القيم المضروبة هنا في المجاهل ما هي هي الناقص 5 وماذا والواحد ماذا والناقص واحد ها هم أمامكم هذه وهذه وهذه إذن الشرط الأول ما هي الشرط الأول حتى تكون مسقطا عموديا واحد أولا يجب أن تكون B تنتمي إلى B هذا هو الشرط الأول لماذا لأن يمكن أن تكون لنا هذه لو قلنا أنه يمكن أن تكون هذه النقطة أبناء B أبناء B تكون خارج لكن أشعة مازالت كيف هي مرتبطة خطيا لو ندقق هنا جيدا ها هي الأشعة مازالت مرتبطة خطيا أبناء لاحظ نقطة بنقطة ها هي أمامكم إذن الشرط الأول الذي علينا أن تتحقق عليه أن النقطة B تنتمي إلى B كي تحقق هذه الأمور معناه سوف نقوم بجلب إحداثيات النقطة B ها هي النقطة B ونعوضها في معادلة المستوي يجب أن تكون ماذا حقيق تعالوا نأتي بهذه القيمة إلى هنا وهذه إلى هنا وهذه إلى هنا ماذا ينتج ينتج أن نناقص خمسة في نقص واحد وهي خمسة ينتج أن واحد في واحد هنا الزائد معناه واحد الإيقرق الذي هو هو بي الصفر سوف نقص صفر لاحظوا نقص ستة تساوي لنا كم ستة نقص ستة تساوي الصفر إذن الشرط الأول أن B تنتمي إلى B هذا الشرط الأول الشرط الثاني كي تكون هذه النقطة مسبطا عموديا يجب أن تكون إذن النقطة ظهرت أصبحت هنا تنتمي بقي لنا ماذا الارتباط الخطي الشرط الثاني هو الارتباط الخطي معناه أن الأشعة الشعاع منه A B A لاحظوا B ركزوا يكون مرتبطا خطيا مع الشعاع أن تعالوا نقوم بحساب مركبات أبنائي A B تعالوا إذن A B النهاية نقص البداية إذن نكتب ناقص واحد واحد صفر هنا ناقص 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 هنا تصبح ناقص ستة تصبح زائد ستة وهنا ناقص اثنان وهنا زائد واحد ينتج ماذا ينتج خمسة وناقص واحد وواحد الآن هذه إحداثيات الأبي سوف نأتي الآن إلى إحداثيات الآن ما هي هي مركبة الآن هي ناقص خمسة والواحد والناقص واحد ها هم أمامكم هذه وهذه لاحظوا لو نقوم بقسمة لاحظوا ناقص خمسة على خمسة ما هي النتيجة النتيجة أكيد هي النقص واحد لما نحسب هذه النقص واحد نضعها هنا بدون أن نحسب هكذا وهكذا هل تبقى النتيجة موافقة أم لا ناقص واحد لاحظوا لاحظوا ناقص خمسة في ناقص واحد كم ناقص خمسة ناقص واحد في ناقص واحد كم واحد واحد في ناقص واحد كم ناقص واحد إذن موجود تلك الثابت إذن الثابت كا موجود كا هنا كم يسايا يا ابنائي يسايا ناقص واحد إذن ومنه ماذا نقول ومنه آبي يوازي أن ها هما قد توازيه يا ابنائي بما أن الشرط الأول هذا الانتمائية تحققت والارتباط الخطي تحقق ومنه ماذا نقول ومنه بي هي المسقط العمودي لآ على ماذا على المستوي بي إذن هنا حتى نلخص لما يقول برحن على أنها هي مسقط عمودي الشرط الأول أبنائي واحد يجب أن تكون البي تنتمي إلى البي يعني تحقق المعادلة ويجب أن يكون آبي كشعاع يكون موازي لآن يعني مرتبطا خطيا فقط بهذه البسطة المطلقة الآن أبنائي سوف نتحدث عن شيء آخر لهو بعد نقطة عن مستوي لاحظوا ها هو عندنا مستوي بي وعندنا نقطة أم سفر من الفضاء البعد يعني يقصد به وأقل مسافة ممكنة بين نقطتين لاحظوا ها هو البعد هذا يسمى بعد نرمز له برمز برمز ديستانس بين ماذا؟ بين نقطة و مستوي حيث هذا المستوي يكون له شعاع كيف هو شعاع ناظمي نسميه آن مركباته أكيد تكون آ و ب و س لاحظوا ما هو القانون لبعد نقطة عن مستوي أبنائي إذن بعد نقطة أم ذات الإحداثة أم سفر إحداثية إكس سفر إجراج سفر زاد سفر عن المستوي بي ذي المعادلة أ إكس زايد بي إجراج زايد سي زايد دي تحسب بالدستور التالي هذا هو القانون الذي عليكم بحفظها ابنائي المسافة لاحظوا المسافة هذه تقرأ المسافة بين النقطة أم و بي تساوي القيمة المطلقة ركزوا أرجوكم القيمة المطلقة لماذا؟ ليه؟ الإكس الموجود للمستوي في ماذا؟ في إكس النقطة زايد دلبي الموجود هو الشعاع النظيم ومركبة الشعاع النظيم في الإجراج لتلك النقطة والسي كذلك في سي في زايد تلك النقطة زايد دي هذا هو زايد الموجود في المستوي على ماذا؟ على جذر مجموعة مربعات شعاع النظيم هذا قانون أبنائي عليكم بحفظه الآن عندنا أمثلة من خلال الأمثلة سوف تترخص لكم المعطيات أخرى لاحظوا ها هو عندنا مثال ركزوا أبنائي قال أحسب بعد النقطة O مبدأ المعلم يعني نحن نعلم أن إذا قال بعد النقطة O نحن نعلم إحداثيات النقطة O بدون يعني النقطة O إحداثياتها معروفة اللي هي صفر والصفر والصفر اللي هي بداية المعلم بداية المعلم ربما كلكم تعرفونها وهذا هو المعلم إذن عندنا النقطة O سوف تكون في هذا المكان الآن قال البعد المستوي أعطيت لنا معطياته تابعوا جيدا نقول D المسافة ما بين النقطة O والمستوي P تساوي نضع خط هكذا ابنائي ونضع هكذا رمز القيمة المطلقة ونضع رمز الجذر هكذا ثم نبدأ بعملية التعويض فقط ماذا تقول عندنا هنا نكتب أمامكم الآن ذو المركبات إثنان وماذا وناقص ثلاثة يعني هذه وهذه وهذه لهي كم وستة وعندنا ال D ها هو ال D أبنائي نضعه هنا ال D يسوي كم ناقص سبعة ونبدأ بالعمل ماذا تقول القائدة قلنا تقول هذا في هذا لهو ماذا إثنان في صفر زائد هذا في هذا لهو كم لهو ناقص ثلاثة في صفر ثم ماذا ثم زائد هذا في هذا لهو ستة في صفر زائد D ما هو اللي هو الناقص السبعة على ماذا على هذا مربع لهو اثنان مربع لهو الأربع زائد هذا مربع لهو زائد تسع زائد هذا مربع لهو زائد ستة وثلاثون ثم نكمل هذا يذهب إلى الصفر وهذا إلى الصفر وهذا إلى الصفر تساوي لنا القيمة المطلقة لنقل السبعة هي السبعة على ماذا؟ على هذا أربعون ركزوا أربعون تسعة وأربعون تحت الجذر تسعة وأربعون تحت الجذر تساوي لنا السبعة على ماذا؟ على سبعة تساوي لنا كم؟ واحد لأن الجذر تسعة وأربعون هو سبعة إذا المسافة ما بين النقطة O والمستوي P ما هي أبني هي واحد فقط إذا وجدنا لاحظوا إذا وجدنا المسافة وجدناها أنها تساوي السفر ماذا يمكن أن نستنتج إذا وجدنا المسافة تساوي السفر يقول أحدكم ماذا يا أستاذ نقول أن النقطة هذه O تنتمي إلى المستوي P يعني تقع داخله هذه حالة استثنائية إذا وجدناها تساوي السفر تكون تلك النقطة هنا يقول أحدكم يا أستاذ هل يمكن أن نجدها سالبة لا لا يمكن أن نجدها سالبة يا أبناء لأنها مسافة وها هي عندنا كذلك أمثلة لاحظوا ها عندنا عدة أمثلة أبنائي لاحظوا يعني نريد أن نتعلم من خلالها كيفية إيجاد بعد نقطة عن المستوي ها هي عندكم كذلك نقول D A وماذا والمستوي P تساوي نضع خط هكذا ثم هكذا ثم هكذا ثم هكذا لاحظوا هنا أبنائي بكل بساطة معنا تصبح لنا هذه في هذه اللي هي كم ناقص ثلاثة وهذه في هذه ناقص اثنان وهذه في هذه اللي هي ناقص أربعة زائد هذا الثابت إن كان موجود هنا أعطي لكم هنا أنقله إلى هذا الطرف أنقله إلى الطرف الأول حتى يصبح لكم كما هو زائد واحد على هذا مربع راحظوا هذا مربع لهو تسعة زائد هذا مربع لهو زائد واحد زائد هذا مربع لهو زائد ستة عشر ونكمل العمل فقط عندنا كذلك وهنا يمكن لكم أن تكملوا العمل لها كم أبنائي تصبح لنا ناقص ستة ناقص ستة قلت لاحظوا ناقص ستة ناقص تسعة زائد واحد لهي ثمانية ناقص ثمانية تصبح ثمانية على هذا لهو كم 25 والواحد ماذا تصبح 26 على الجدر 26 كما يمكن لكم حساب مثلا هذه المسافة تجدونها قيمة أما هذه الأخيرة تجدونها تساوي السفر تجدونها المسافة تساوي السفر ما بين هذا المستوي وهذه النقطة ماذا نستنتج نستنتج أنها بتنتمي ماذا تنتمي إلى P لأن المسافة الموجودة التي سوف تحسبونها تجدونها سفر بهذه البساطة المطلقة أبنائي فقط الآن أبنائي سوف نتحدث عن مجموعة النقط متساوية البعد عن مستويين عندنا كما تلاحظون هنا ها هو الشكل أبنائي ها هو مستويين ضحيظ مستوي Q ومستوي P عندنا نقطة موجودة في الفضاء لا تنتمي إلى أي أحد منهما ركزوا أرجوكم قال السؤال الأول تحقق أن النقطة A متساوية البعد عن P و Q ما معنى متساوية البعد معنى كما أشير إليكم هنا معنى هذا البعد يا أبنائي يساوي لنا هذا البعد تصبح وكأنما هذه تساوي هذه هذه النقطة الأولى معنى ما علينا إلا حساب بعد النقطة عن مستوي الأول ومستوي سنقوم بحساب ذلك ركزوا أرجوكم عندنا القانون ها هو أمامكم أبنائي ها هو أمامكم يعني حتى تكون الأمور جد واضحة تصبح ماذا؟ تصبح D بين ماذا؟ بين النقطة A والمستوي P تساوي نضع خط كسر هكذا نضع خط هكذا ثم خط القيمة المطلقة لاحظوا ثم خط الجذر حتى تكون أمورنا جد ومنظمة ماذا ينتج أبنائي؟ نتابع يصبح لنا معنى مستوي P الأول اللي هو هذا في هذا كم تصبح تصبح لنا إثناني وعندنا هذا في هذا كم صفر وهذا في هذا اللي هي تصبح لنا زائد ثلاثة وال D غير موجود ال D هنا غير موجود على مجموعة المربعات لهذا كم اللي هو أربعة وهذا كم زائد واحد وهذا كم زائد واحد تساوي لنا الفوق كم تساوي لنا خمسة على الجذر ستة إذن هذه المسافة الأولى الآن نأتي إلى المسافة الثانية اللي هي ال D لماذا ل A و Q ركزوا تساوي بنفس الخطة أبنائي هكذا ثم عندنا هذا الشيء يعني علينا باحترام هذه الأمور هكذا ماذا ينتج أبنائي؟ نقول نفس الخطة تصبح لنا هذه في واحد واحد في واحد ثم هذه في هذه كم زائد سفر وهذه الناقص ثلاثة في ماذا؟ في اثنان ناقص ماذا؟ ناقص ستة الآن نأتي إلى مربع شعاء النظمي هذا لما نربع قيمته واحد وهذا زائد واحد وهذا زائد اثنان وهي أربعة أربعة يعني اثنان مربع تساوي لنا الفوق كم أبنائي؟ تعطي لنا ناقص ناقص خمسة في القيمة المطلقة ناقص خمسة بالقيمة المطلقة تعطي لنا خمسة مشهورة على الجذر ستة ركزوا هل تحققت أن المسافة؟ لاحظوا تحقق أن متساوية البعد نقول إذن ماذا؟ دي لآ والمستوي بي تساوي دي لآ والمستوي كي ما معناه؟ ومنه ومنه آ متساوية لاحظوا متساوية البعد أبنائي عن ماذا؟ عن بي وماذا؟ ومستوي كي بهذه البساطة المطلقة معناه هنا في الشكل كما قلت تكون كما هي موجودة هذه النقطة آ هذه المسافة تساوي لنا هذه المسافة هذا بعد أن هنا تكون زوية 90 درجة ثم جاءتنا السؤال الثاني ما هو السؤال الثاني أبنائي بعدما حسبنا السؤال الأول؟ قال عين مجموعة النقط آم من الفضاء لما يقول آم أكيد يأتي في ذهني أن آم إحداثيها إكس وإغراج وزات من الفضاء المتساوية البعد عن بي وكي معناه لو نلاحظ جيدا هنا سوف نقوم مثلا برسم هذا الشيء لاحظوا لو يأتينا هكذا يمكن أن تكون النقطة آم مثلا تأتينا على هذا الموضع أو لاحظوا تكون هذه النقطة آم مثلا هكذا يمكن أن تكون لاحظوا لو تأتينا النقطة آم أبنائي في هذا المكان يمكن أن تحقق هنا 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 كل هذه المواضع يمكن أن تكون متساوية البعد هنا كي لا نكثر الكلام ما علينا إلا أن نقول متساوية البعد ما نتصبح هكذا دي لآم وماذا وبي تساوي دي لآم وكي متساوية البعد عن بي وكي معنى تكون مسافة المسافة ما بين النقطة آم وكي تساوي المسافة ما بين النقطة آم وكي هنا كي تتحقق هذه الأمور ما علينا إلا استعمال ماذا بعد نقطة عن مستوي بعد نقطة عن مستوي نحسبوها الأول مع الثاني تساوي دي يساوي لنا ماذا ركزوا أرجوكم تصبح تساوي لنا أم بي أم إذن تصبح لنا دي أم بي تساوي نضع هكذا لاحظوا ثم هكذا وهكذا ثم هنا إلىنا هكذا ركزوا نقطة بنقطة تساوي لنا ماذا تساوي لنا كأنما الآن أصبحت النقطة ما هي هي آم إكس وإجراج وزاد ليس مثل النقطة آ يصبح ماذا تصبح إثنان في إكس تصبح إثنان في إكس ثم ماذا ثم إجراج هكذا أنا هذه اللي هي كم إجراج ثم ماذا ثم هذا في ناقص واحد هي ناقص زاد الد غير موجود على مربع مربع الشعاع النظيم كم أعطت لنا أعطت لنا جذر 6 نفسها مثل الأولى يعني نفس مثل العبارة الأولى ركزوا أرجوكم حتى تعلموا لأن هذه أعطت لنا جذر 6 نفسها تساوي ماذا تساوي لنا د لماذا لام وكي تساوي بنفس الخطة تصبح لنا تساوي القيمة المطلقة على هكذا هنا بدون ما نحسب تساوي لنا جذر 6 لأن هذا مربع وهذا 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 والباقي تساوي إجراج زائد إثنان زاد لماذا لأن النقطة آم إحداثيها إجراج وزاد لهذا لما نضرب مركبات هذا في هذا تبقى لنا نفسها هي معادلة المستوي إلا أن لاحظوا هذا يذهب مع هذا ماذا ينتج يا ابناء لاحظوا ينتج لنا القيمة المطلقة لـ 2x زائد y ناقص زاد تساوي القيمة المطلقة لـ x ناقص لاحظوا y زائد ثان ماذا زاد ركزوا هي نفسها نفس القيمات هنا إلا أن وضعت هنا القيمة المطلقة وهنا القيمة المطلقة الآن ماذا نتجبنا ماذا تقول القاعدة ركزوا أرجوكم القيمة المطلقة في طرفين القيمة المطلقة للتخلص منها ماذا تقول تقول إما هنا عندنا اختيارة تقول إما هذه القيمة وهي 2X زائد Y ناقص Z تساوي نفس هذه القيمة وهي ماذا X ناقص Y زائد 2Z أو لاحظوا إلى كلمة أو في الرياضيات سوف ندقق مع هذه الكلمة أو هذه القيمة وهي 2X زائد Y ناقص Z تساوي لنا ناقص هذه القيمة ماذا تساوي تساوي لنا ناقص X أدخل الناقص على هذه كليا أدخل عنهم ناقص هنا تصبح زائد Y ناقص 2Z كلمة أو نتابع أن نجعلها معادلة صفرية لأنه يقول أحدكم لماذا يا أستاذ لأنه لو قلنا بهذه البساطة مثلا لو قلنا 5 تساوي لنا مثلا 6 يمكن أن نقول ماذا يمكن أن نقول ركزوا بكل بضع المهمة 5 يمكن الأمور تكون يمكن أن نقول ناقص 5 ستساوي أنه ماذا ستساوي أنه ناقص 6 عفوا عفوا نعتذر على هذا الخطأ الذي صدر مني ليس هذا الأمر نتابع جيدا هنا بما أن القيمة مطلقة تساوي قيمة مطلقة القاعدة ماذا تقول تقول إما هذا القيمة التي بالداخل تساوي هذه القيمة التي بالداخل أو ماذا أو هذه القيمة التي بالداخل تساوي ناقص هذه القيمة التي بالداخل هكذا حتى يعني الأمور تكون جدو بسيطة نتابع جيدا أبناي الآن نجعلها معادلة سفر ننقل هذا إلى هذا الطرف أي تصبح 2x ناقص x كم x ثم هذا يرجع هنا y زايد y يصبح 2y ثم هذا مع هذا ناقص z ناقص 2z ناقص 3z يساوي السفر هذه الأولى ثم الثانية أي هذا ينقل إلى هنا كم يصبح يصبح 3x ثم هذا ينقل إلى هنا يصبح إجلاج ناقص إجلاج وهو السفر ثم هذا زائد هذا ناقص زاد زائد 2 زاد يصبح لنا زائد زاد يساوي السفر لاحظوا هذه ما هي وهذه ما هي هنا مجموعة تنقاط ما تصبح أبناي ركزوا هذه معادلة ماذا أكيد هذه معادلة مستوي وهذه ما هي معادلة مستوي إذا سمينا هذا المستوي وهذا P وهذا P فتحة P هكذا رمز P كلمة أو ما هي أو هي اتهاد إذن مجموعة النقط مجموعة النقط أبنائي أم متساوية البعد بين P و Q هي اتهاد مستويين يقول أحدكم لماذا لأن عندنا كلمة أو يعني يا هذا أو هذا بهذه البسطة هذه ما نسميها مجموعة النقط متساوية التربع دائما تأتينا على شكل اتهاد ماذا مستويين معناه يمكن أن يكون المستوي الأول أبناء يكون هذا هو المستوي الأول ربما يكون بهذا الشكل هكذا أو يمكن أن يكون لنا بالجهة الخلفية هنا هكذا يكون بالجهة الأخرى من هنا فقط بهذه البساطة تحدثنا على مجموعة النقط متساوية البعد عن مستوي فقط الآن أبنائي سوف نتحدث عن التمثيل الواسيط لمستقيم في الفضاء إذن عندنا المستقيم بماذا يؤين يؤين المستقيم ها هو مستقيم إذا سميناه هذا المستقيم نسميه مستقيم D يؤين المستقيم بنقطة من الفضاء أكيد وشعاع توجيه له إذن يؤين بنقطة ها هي النقطة وشعاع توجيه له E حيث ماذا إذا قلنا أنه عندنا نقطة أم هنا ذات الإحداثية أكيد X و Y لك وزاد لأن نحن في الفضاء يصبح لنا هذا الشعاع أبنائي هذا الشعاع له A M يوازي ماذا الشعاع U ما معنى كلمة يوازيه أبنائي معنى نقول بكل بساطة معنى نقول A M يساوي T في ماذا في U معنى مرتبطة خطيا حيث T عدد حقيقي عدد حقيقي الآن نتابع نقطة بنقطة يعني ها هو عندنا من الأمثلة نتطر أعطي تمثيل وستي D الذي يشمل هذه النقطة و U شعاع توجيه له ليس شعاع نظيم قلت شعاع توجيه نتابع تصبح لنا X Y Z ناقص 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 إحداثيات A ما هي إحداثيات الألة هي 0 0 1 تساوي T في مركبات ماذا في مركبات اللي هي 1 1 1 1 تصبح ماذا أبنائي A X يساوي Y يساوي و Z ناقص 1 يساوي هذا في هذا كم T وهذا في هذا كم T وهذا في هذا كم T بكل بساطة الآن نجعلها يعني نجعل المجاهل لوحدهم في جهة يصبح X Y و Z يساوي 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 وعندنا من هذه الجهة اللي هي T و T و T ثم عندنا هذا ننقله إلى تفزاء T حيث T ينتمي إلى R هذا هو التمثيل الوسيطي يا أبنائي ثم يتمثيلا وسيطيا نسبة إلى الوسيط هذا ما نسميه الوسيط الوسيط الحقيقي T فقط عندنا كذلك هذه لما تكون عندنا نقطة و شعاع توجيه الآن لما يكون المستقيم ماذا يشمل ماذا الآن أبنائي يشمل نقطة تام ركزوا بنفس الخطة أن تقوموا بتعيين تمثيل وسيط D فتح الذي يشمل النقطة B و V شعاع توجيه له معنى تصبح لنا B M ركز أبنائي B M يساوي لنا T فتح يعني تكلمنا عن T في ماذا في V بنفس الخطة يعني تصبح لكم هكذا X Y Z يساوي 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 هنا ماذا ما علينا إلا أن نقول هنا تصبح ناقص T يعني ضربوا هذه في T هنا ناقص T وهنا الصفر وهنا زائد وهذه القيم نكتبها من هنا ناقص واحد وزائد صفر وماذا وناقص واحد هذا هو حيث T هنا قلت T فتح عفوا حيث T فتح هو عدد حقيقي أما لما تكون عندنا مستقيم يشمل نقطتان يشمل نقطتان ها هي النقطة الأولى ونأتي الآن إلى النقطة الثانية هنا النقطة B الآن بماذا يعين وشعاع ها هو لاحظوا ما هو شعاع التوجيه أبنائي شعاع التوجيه هو نفسه A B إذن شعاع لما يكون يشمل نقطتان شعاع التوجيه يصبح هو A B ما معنى أبنائي معنى تصبح هكذا نأخذ نقل A M يساوي K حيث K هو وسيط حقيقي فيما هذا في A B يصبح X Y Z ناقص 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 إحداثيات A ها هي أبنائي وهي 1 1 وهنا ناقص 1 تصبح زائد 1 تساوي K في إحداثيات مركبات AB النهاية ناقص البداية نكتب هنا 0 1 2 2 ناقص 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 إحداثيات A وهي 1 1 وتصبح هنا زائد 1 تصبح ماذا أبنائي بكل لبساطة تصبح X ناقص 1 و Y ناقص 1 و Z زائد 1 تساوي ماذا ركزوا أبنائي وهنا تصبح أفوا أفوا هكذا تصبح تساوي وتساوي وتساوي هذا في ماذا إذن هنا كم تعطي لكم ناقص 1 تصبح ناقص K وهنا ناقص 1 في ناقص 1 ناقص 1 ناقص 1 0 و 2 زائد 1 3 في هذا تصبح 3 K ها هو التمثيل حيث K هو عدد حقيقي ها هو التمثيل الوسيطي ويمكن لكم نقل هذه القيم إلى هنا يعني لو ننقول ها أبنائي تصبح هنا زائد 1 وهنا زائد 1 وهنا ناقص 1 ومن هذه الجهة سوف نقوم بمهيها هكذا فقط ويمكن هنا كذلك أن نكتب ها كذلك إنها هو التمثيل الوسيطي لهذا المستقيم يا أبنائي فقط الآن أبنائي سوف نتحدث عن التمثيل الوسيطي لمستقيم يوازي مستقيم آخر لاحظوا معناه عندنا ها هو مستقيم وعندنا ها هو مستقيم آخر لاحظوا الآن كيف تتم العملية الآن إذا كان عندنا المستقيم الأول اسمه D له شعاع كيف هو له شعاع توجيه هكذا ركز وعندنا الآخر المستقيم الآخر لهو هذا D وعندنا مستقيم آخر قال أكتب تمثيلا وسيطيا للمستقيم D فتها الذي يوازي D ها هو يوازيه ويشم النقطة A ها هي نقطة A أبنائي أكيد ذات الإحداثيات الآن المستقيم الأول له تمثيل وسيطي لاحظوا هو تمثيله الوسيطي ركزوا الآن أما المستقيم الآخر يشم النقطة فقط يا أبنائي لو تلاحظون جيدا إلى هذا الشعاع أليس هو نفسه شعاع توجيه له لأنه متوازي معناه يصبح له يعطي له شعاع التوجيه له معناه بكل بسطة يصبح هنا شعاع التوجيه E ل D ما هي قيم أبنائي قيم هي القيم المضربة في T ما هي هي الثلاثة